متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايماً بنحاول نسلط الدوء على الأدوات اللي ممكن تفيدك في صناعة المحتوى خصوصاً المحتوى المرئي والنهاردة حكلمك عن أداة جديدة موجودة داخل منوس.لم وحط لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو وهذه الأداة بتمكنك من عمل تعديل على الصور ولكن بشكل دقيق ومزهل وحنشوف النهاردة بعض الاستخدامات الرائعة باستخدام هذه الأداة البعض حيسأني مجانية ولا مدفوعة هي موجودة في الخطة المجانية لمانوس واللي ما يعرفش مانوس بيقدم كل يوم 300 نقطة بشكل مجاني بيتم تجددها تقدر تستخدم بها هذه الأداة يلا بينا نشوف بعض الاستخدامات لهذه الأداة المميزة داخل مانوس وهي الامج ادتينج ما تروحوش في أي حتة حنرجع لكم مرة تانية وارجع لكم مرة تانية مع منوس دوت اي ام علشان نجرب مع بعض النهاردة منوس امج ادتينج للي ما يعرفش منوس منصة من المنصات الرائعة اللي بتحتوي على عدد مختلف منه كلاء الذكاء الاصطناعي اللي كل من هقدر على ان هو يعمل تسك معين زي انشاء عرض تقديمي او بيج او سبريتشيت او حتى يعمل لك فيديو او اوديو او فيديو او بلايبوك لو عايز تعرف اكتر عن مانوس ادعوك ان انت تشرفنا على قناة انفو تكفريو حتلاقي كل الفيديوهات الخاصة بتحديثات مانوس قدر الامكان بنحاول نحن نواكب التحديثات المهمة واللي ممكن انها تفيدك وحتشوف كمان تطبيقات مختلفة النهاردة انا حكلمك عن الامج بشكل عام انت ممكن تنشئ صورة من خلال مانوس وايضا تقدر تعدل على الصورة ودي قوته دلوقتي لك متمثلة في ان انت تقدر تغير الوان تقدر تغير background تقدر تعمل حاجات كتير جدا اول حاجة عايزة اوريك مثال لانشاء الصورة والتعديل على الصورة هل صورة عادية؟ لأ من الصورة عادية انا قمت بعمل infographic وهنا ممكن تستخدمه كآدات علمية ممتازة جدا قلت له هنا من خلال بعض الامثلة اللي اعطها لي اعمل لي human brain وركز على المناطق المختلفة اللي موجودة داخل الbrain وزي ما انت شايف جمال النتيجة النهائية هل دي كانت النتيجة النهائية؟ لأ كانت دي النتيجة الأولى وطلبت منه انه هو يغيرلي font color للأبيض علشان حبه ان انا اعمل background اسود فرجعت قلت له قم بتغيير font color للwhite وخلي color of background is black وبكده ادي الصورة النهائية اللي انت حتقدر ان انت تعمل لها save as او تعمل لها download تبتدي تنزل عنك الصورة بتاعتك كبين جي انا بقى نرفع صورة ونطلب منه انه هو يعدل عليها يعني انا هبتدي هنا ارفع له صورة وبعد ما ارفع الصورة هبتدي اقول له make the suit is white هنا هقول له make the suit is white خلي السوط لونها ابيض السوط اللي لابسها الشخص تقريبا لونها اسود فانا عايزة اغير اللون بتاعها وحبتدي هنا ادوس enter وحنشوف هل هيعمل لي تغيير على الصورة ولا لا هي لونها اسود او لونها كحلي مش هيدي النقطة احنا هنشوف امكانية تغيير الكالر وزي ما احنا شايفين ام بالتعديل على اللون الخاص بالبدلة من غير اطلاقا ما يغير اي حاجة في الصورة ودي قمته او دي الميزة التنفسية اللي ممكن تكون ما بينه وبين بعض النماذج الاخرى ان هو ما بيقومش بعمل اي تغيير لو جيت عملت مقارنة ما بين الصورة دي والصورة الاصلية هتلاقي ان كل حاجة زي ما هي يمكن بس زبط البيجراوند عشان يتناسب مع الشخصية لكن الكاركتر نفسه او الشخصية نفسها مفيش اي تغيير فيها زي ما هي لو خدت بالك هتلاقي حتى الكسرات اللي موجودة في الاميس موجودة في الصورة الاصلية هي هي في الصورة الجديدة مفيش اي حاجة تغيرت وبالتالي هيكون اداة للتعديل رائعة جدا ممكن مستقبلا تنافس الفوتوشوب هبتدي اشوف حاجة تانية هعمل نيو تاسك ممكن نروح للاميج ده بوستر كنت عاملها عن كوين هطلب منه ان هو يغير لي الخلفية change the back ground to يغيره مثلا الى شاطئ وابتدي يدوس enter هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل refine للاميج عشان يغير ال background وبعد كده بيبتدي يعمل التعديل الموضوع يبان انه بياخد وقت ولكن ده مهم جدا عشان يطلع الصورة بالدقة اللي انتوا شايفينها يعني ما بيغيرش على العنصر الاساسي ادي الصورة زي ما احنا شايفين زي ما هي ما حصلش فيها اي تغيير فقط ال background زي ما احنا شايفين غيره من صحرة لشاطئ البحر وفي الاخر خالص برضو بتقدر تعمل لها download.png ويحافظ على الصورة الاصلية كل حاجة زي ما هي هروح اختار الامج وحكتب له باللغة العربية هنا هحط منتج جديد قهوة تصميم منشور انستجرام انتاج منتج جديد قهوة مثلا مارو مثلا اي حاجة بقسطوب عصري مع نص قصير وجذاب انا هنا بختبره فيه التصميم وممكن نعمل edit على التصميم نفسه هندوس enter طبعا انت محدود بال300 نقطة ومانوس بس عيبه انه بياخد نقط كتير يعني دي مشكلة مانوس انه بيستهلك نقط كتير ولكن انا بوريك الconcept الاساسي او الفكرة الاساسية اللي قيم عليها ال image editing بطول الموجودة داخل مانوس ولكن حاول انت بقى تستثمر ال300 نقطة بطوعك عشان ما تضيعهم شف الحاجة اللي انت عايزها قهوة مارو تزوق الفخامة مارو كوفي طبعا لاحظ ان هو بيدعم اللغة العربية ودي ميزة حلوة جدا عامل لي هنا instagram post بقى بعاد وحتى كتبها لي باللغة الانجليزية على الكوب بشكل جيد لان ده المتعرف عليه يعني ان اي براند بيبقى في الغالب بيكتب على الكوب اللغة الانجليزية فانا شايفة برضو ان ده اداء جيد جدا عايز تغير في ال background ممكن اغير في الصورة او background ممكن اقول له هنا قلت له غير لي background to coffee shop and make the color of the font is bold ودي النتيجة عطاني الخلفية كأن يعني محتوطة على table في coffee shop و قهوة مارو تزوق الفخام ما غيرش في اي حاجة كل حاجة زي ما هي خليلي الالوان bold ومشي مع background زي ما احنا شايفين وبترجع تعمل download وده ممكن يساعدك في عمل instagram post بسرعة المنتج مثلا عندك ممكن ترفع صورة المنتج وتخليه يعمل لك background حاجات كتير جدا جدا ممكن انت تعملها من خلال editing image ولكن حبة ان انت دايما تعرف استخدامك او usage بتاعك بتستخدمه ازاي او بتستخدمه في ايه لو انت رحت هنا وقفت على النقط هتلاقي يظهر عندك free credits بتاعتك دي credit كانت عندي من الاول يعني credits موجودة عندي من الاول وفي daily تعال كده نشوف view usage تعال نبص تحت في details عشان تعمل تصميم منشور وتعدل عليه الموضوع ده خد مننا 45 نقطة عشان اغير background بتاعت الصورة background بتاعت شاطئ 17 نقطة عشان اغير لون بتاع مثلا الجاكت بتاع البدلة 9 نقطة عشان اعمل infographic وعدل عليه لان انا غيرت background خد 58 نقطة فهنا ال usage بتاعتك او الاستهلاك بتاعك بيبان في هذه الجزئية فاخد بالك قوي من النقطة دي انت دايما تتابع الاستخدام يعني ما تستخدمش كده وخلاص وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهارده عن image editing الخاصة بي مانوس اللي تم تطويرها مؤخرا اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهارده اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت ما تستطيعش تدعمونا باللايك وشير وكومنت ولو كنتم من متابعينا الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا الاول مرة ما تستطيعش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فاريت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة